لاياما أحياء عيد المولد النبوي الشريف بترتفع أصوات المنشدين ليخطبوا بطيب كلماتهم وروحانيتهم وروحانية الألحان السماء فهي تقارب روحي مع الله واليوم مع المنشد حسان المؤنس رح نتوقف ضمن هذه المساحة الروحية للأنشودة الدينية يلي أحيى ذكرى المولد النبوي الشريف يسعد صباحك سباح الخير يسعد صباحكم كل عاموكك خير إن شاء الله كل عاموكك خير إن شاء الله الله يسلمك يا رب يعني بلا الأنشيدة الدينية أكيد ما بتكتميلا يمكننا فرحة العيد وتقوس العيد بهذا اليوم خلينا هكي تحب تسمعنا شي ولا نبلش نحكي عن الإنشاد الديني ممكن نسمعكم شي نسمع شي أهلات برجة العيد النظيري أهلات برجة العيد النظيري فهل بالبشائر والحبور لقد لبس الزمان جليل فخر لقد لبس الزمان جليل فخر لمقدم مولد الهادي البشير مقامك يا أبا الزهراء ومجدك فوق إدراك البصير مقامك يا أبا الزهراء مقامك يا أبا الزهراء قمت لنا على التقوى بنا أن تقصر عنه أحلام الدجوري الله بشكل مختصر يسلام مع هالسلوط تسلام إن شاء الله خلينا نحكي معاك شوي يمكن عن خصوصية الأنشيد الدينية وخصوصا بهذا اليوم نعم الأنشاد الديني في مناسبات عدي عنا للأنشاد الديني في عندك برمضان في عندك رأس السنة الهجرية في عندك العيدين في عندك بهالمناسبة مناسبة المولد النبوي الشريف وكل مناسبة إلى مواضيع وإلى أنشيد معينة نعم خلينا نحكي الأنشيد الدينية قديش هي بتعطيك خشوع وبتوصل من خلال الصوت يمكن رسائل بتخليك رسائل روحانية بتخليك تتقرب أكتر من هذا اليوم ومن يمكن الاحتفال بهذا اليوم طبعا هو يعني بما أنه مناسبة لها علاقة بالحب بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم طبعا الإنشاد إنشاد له دور لما فيه من معنى روحاني وصوفي بحبول المسلمين والمواضيع اللي العلاقة بهذا الحب وطبعا الإنشاد له مواضيع متعددة مو بس بمديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان بذكر الصفات الذات الإلهية والمناجات طبعا أيضا مكارم الأخلاق ممكن الإنشاد الديني أو الإنشاد بشكل عام ممكن المنشد يحل مشكلة من خلال كلمة هادفة وموضوع سامي وراقي يترافق معه اللحن المناسب الموضوع النبيل الصوت الشجي والأداء الصحيح الصحيح والإحساس طبعا الدعاة الدينيين من خلال محاضراتهم هنين دعاة والمنشد الديني هو من خلال صوته وأداءه واختياره للموضوع السامي والنبيل كمان هو داعية أكيد يعني نحن دايما بنقول ليا أن الموسيقى هي بتقدر تدخل روح كل إنسان وتاخده البعيد وتتخطى كل الحواجز لهيك يمكن هالشي كمان بنشوفه متجلي بالإنشودة الدينية يلي هي بتلامس قلوب الناس بتسمو فيهم يمكن طيب الكلمات هو أكتر شي بيركز عليه الإنشاد نعم مثل ما ذكرت لك الكلمات وتنوع المواضيع وكل موضوع نبيل وسامي هو يندرج تحت مسمى الفن الهادف والإنشاد الديني نعم نحن أكيد رح نتابع حديثنا معك ولكن خلينا ننتقل ونتابع مع بعض الإنشودة الدينية البداية ورحلة تطورها عبر الزمن بتقرير لزميلتنا ريم سليمان فن يعتمد على الأصوات البشرية دون الاعتماد على الآلة الموسيقية الإنشاد الديني بدأ في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستمر إلى يومنا هذا حيث يجتمل على ذكر الله والتهليل والتسبيح استطاع هذا الفن من خلال الكلمة الطيبة والطاقة الروحانية أن يدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية والإنسانية وكان بمثابة صلاة ثانية لمن يدعو ربه بصوته ولمن يسمع صوت الداعي في بدايات القرن العشرين تصدر هذا اللون من الغناء كبار المنشدين الذين أحيوا الليالي والمناسبات الدينية وتم تصنيف طبقات الصوت مما عاد على النشيد الديني أثناء إلقائه بالفائدة وجاذب المهتمين لذلك الفن الراقي في سوريا كان الراحل توفيق المنجد من أبرز من شد بطيب الكلام ليبقى فن الأنشاد إلى يومنا هذا مساحة روحية نناجي بها الخالق خير الله من الخلق النبي فهو يبقي وأنا أهل الخيرتين عبد الله حلاماً ناشئاً وفرعيشون يعبدون الوسائل يعبدون الله والعزام وعليهم طابل حوال قبلتين يعني لها مثل ما تابعنا هاي المساحة الروحية ويمكن كنا عم نحكي تحت الهوى الله يرحمه توفيق المنجد كان من أشهر المشهدين بسوريا اليوم الإنشاد بسوريا استمروا في مدارس كتير يمكن للإنشاد بسوريا أهمية هذا الشي بهذا التوقيت تماماً الانشاد طبعاً تطور طبعاً تطور فيه مين تطور على الإنشاد الديني وفي أسماء كبيرة طورت الإنشاد الديني من خلال الكلمة من خلال إضافة الموسيقى بما يتناسب مع الكلمة واللحن التوزيع الموسيقي أيضاً الإنشاد الديني اليوم هو مضبوط عنا بسوريا اليوم مو مما كان بيقدر يعمل منشد أي واحد قالوا له صوتك حلو والله يلا بيعمل فريق بيطلع بيعمل منشد اليوم هذا الموضوع مضبوط من قبل وزارة الأوقاف يلي بدو يعمل منشد بدو يخضع لفحص في وزارة الأوقاف هي بتحدد مستوى أما بيقلوله رجاعة مرة ورجاع الفحص مرة تانية أو بالعام القادم أو بيقلوله أنه ناجح طبعاً المنشد الناجح هنين مستويين مستوى بيحق له فقط أنه يمارس الإنشاد من خلال الحفلات الخاصة والصلاة والمستوى الثاني بيحق له يمارس الإنشاد الديني على وسائل الإعلام العامة والخاصة إضافة للحفلات العامة والخاصة نعم حسان إذا بتريد تخلينا نسمع شي بعد من حضرتك طبعاً أمرك حاضر بخذ هاليوم لما أنه اليوم أنا مولد النبو الشريف نحكي هيك شي مديح النبي صلو عليه صلوات الله عليه وينالو الباركات كل من صلى عليه النبي صلو عليه صلوات الله عليه وينالو الباركات كل من صلى عليه النبي أهل الهوى النبي مدحو دوى كلكم قولوا سواه كلكم قولوا سواه كلكم قولوا سواه اللهم صل عليه النبي صلو عليه صلوات الله عليه وينالو الباركات كل من صلى عليه شكراً 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 ومثل ما قلت لي عن موضوع التطور الإنشاد طبعا الإنشاد عم يتطور في مين عم يطور على الإنشاد مثل ما ذكرت لك بأول المقابلة ضمن الحفاظ على هذا الموروث الحضاري عم يتطور ضمن الحفاظ عليه والحفاظ وتطوير الكلام أيضا وضمن الحفاظ على هذه الضوابط اللي نحنا تعودنا عليها بالإنشاد الديني لكن اليوم في تطور لازم نواكبه اليوم الجيل عم يسمع موسيقى جديدة عم يسمع شي سريع نحنا عم نشتغل على هذا الموضوع بالإنشاد الديني لكن ضمن الحفاظ على هذا الموروث مثل ما ذكرت لك نعم يعني خلينا شوية نتطرق للجيل الجديد يعني المنشد من قيمة أو بيمتلك صوت حلو وحبب يمكن يكون منشط بالمستقبل مهمة من يعني قدي لازم يبلش عمره وقديش يمكن من هو وصغير لازم يهتموا فيه ويشارك يمكن بالموالد ويشارك ضمن الاحتفالات ويتلئ الأنشاد الدينية يمكن طبعا هي هواية تبدأ بالأول يعني من خلال سن مبكر طبعا إذا حبوا يهتموا فيه إذا كان صغير أو إذا حب يهتم بنفسه بده يتعلم ويثقف نفسه موسيقيا وفنيا لازم يتثقف المنشد يسقل هاي الموهبة بشكل صحيح يعرف كيف يقرأ اللغة العربية بشكل صحيح لأنه تعرفي أغلب المواضيع بالإنشاد الديني هي باللغة العربية الفصحة طبعا إضافة لأهم من كل هدول اللي هو التربية الروحية الإنشاد الديني هو فن صوفي فاللي بده يشتغل بإنشاد الديني بده يكون يعني ممرن قلبه روحيا حتى لما بده يقول هالكلمة توصل دائما الفترة دايركس المنشد لازم توصل من القلبي إلى القلبي أكيد يعني كمان اليوم حابين نصبع من حضرتك شي تاني حنضل ضمن مديح المديح بما أنه اليوم عن المولد النبو الشريف أحيان حبك يا مختار آنا وأصبح القلب من ذكراك نشوانا مهما كتمت لضاع شوق يؤرقني قد يفضح القلب دمع العين أحيانا صحبك حلت فاز شاربها بالوصل منك وبالجنات غفرا أحيانا يبقي الهوى يبقي الهوى نضوى أشلاء متيمة لكن حبك يا مختار أحيانا يسلم هذا الصوت الله يسلمك يا رب ما قالنا قلب توقف عن الإنشار تسلم إن شاء الله وراحينا بحالة روحانية فضيعة خلينا يمكننا بختام لقاءنا معك لليوم هيك كلمة بتحب توجهها بمناسبة عيد المولد النبي وأيضا يمكننا شو بتحب تقول هيك كلمة لكل المنشدين كلمة يمكننا هيك يحافظوا على على هذا الإرث يلي هنا بيملكه طبعا بديقول بشكل عام لبلدنا الغالي سوريا يلي منتصرة دائما كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وكل المناسبات وإن شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وتحياتي لكم وسوريا منتصرة إن شاء الله إن شاء الله الله يسلمك أهلا وسهلا فيك المنشد حستان المؤنس شرفنا ونعاد عليك بالخير شرفنا فيكم شكرا إليك شكرا لوجودك شكرا كل عام وأنتم بألف خير